اشتركوا في القناة في حزب الله ذكرت ان المقاومة الاسلامية استهدفت تجمعا قياديا لجبهة النصرة فجر اليوم بكمين متقدم في جرود طفيل ودمر ثلاثة اليات لها ما ادى الى مقتل اربعة من قادة النصرة وحلفائها من بينهم مسؤولها في الجب ابو وديع ومسؤول كتيبة السقور المحمدية ابو فاطمة وكان الحزب الامس قد استهدف معسكرا للنصرة وقتل اكثر من ستة عشر من المسلحين في الجرود وسيطر على تلة القرنى الاستراتيجي في نحلي في المقابل كان ايضا قد اطلق تجمع واعتصم بحبل الله التابع للجيش الحر في سوريا بالتعاون مع جبهة النصرة معركة وصفت بالاستباقية ضد ما وصفه بميليشيات حزب الله اللبناني المرابطة في منطقة القلمون بريف دمشق تحت اسم الفتح المبين اشتركوا في القناة